يا يعني مشاهد القب الروحي والمباراة والسجال ما بين الفنانين يعني طبعا سوسا بدر وحضرتك يعني حاجة جميلة جدا انا عايزة اعرف ازاي في بعض الفنانين زي مثلا الراحل نور الشريف كان بيمثل بعنيه يعني ممكن يبقى المشهد صامت ويؤدي بعنيه كل حاجة ايهاب فهمي بيعمل نفس الحكاية ممكن تبص بصة الرسالة توصل انت بتعمل ايه علشان الشخصية تبقى حلوة كده ايه ده انا والله ما عارف اقول ايه ما عارف ارد بصي انا هقولك على حاجة ودايما بقولها يعني في مدرسة في الشغلة او في تمثيل اللي هي تذكري اوي وتخططي اوي وترسمي اوي وفي مدرسة قدرية انا من القدر انا مش هتفازلك ومش هقولك ان انا انا فعلا عندي جزء كبير جدا عندي جزء كبير جدا توكل على الله انا بخش دور والله العظيم ببقى فيه اوتلاين طبعا يعني فيه انا حقل كذا لكن بحاجة بتيجي انا والله العظيم معرفة انا ببص على نفسي انا مش عارف ان ايه فاكر ان مش هده كويس فاكر انه الساعة اربعة الفجر وفاكر ان ساوسن بادر كانت عمانة جدا ومجهدة جدا فاكرنا ما عايش حايفين خلاص المش هده ونروح ودغط عليه عشان نعمل المش هده لا يعني ربنا يعني ربنا عشان دايما انه ببرد على اي حد لما بيعترض على الفن بقول لهم عايز تعرف قيمة هذه المهنة هتحس بقدرة الاله وقدرة ربنا سبحانه وتعالى في النفس البشرية وفي روح الفنان لما بيشتغل هم بيخطط وبيرسم كل الكلام ده مش حقيقي الحقيقي بيبقى الهام من الله الحقيقي بيبقى لحظة معايشة وصدق انه يجبقي صدقة في اللي بتعمليه جدا فربنا بيديكي جدا جميل ده مرحوظة استاذ ايهاب ما خفتش من نجاح الاب الروحي يعني الحقيقة في ناس كتير من الفنانين يعني لما تقدم عمل متميز جدا انه استحبه تخاف بعد كده انا هقدم ايه انا هعمل ايه لانه الاب الروحي فعلا يعني الناس حبيته جدا انا حبيت دورك جدا انا حبيت طبعا كل ادوار استاذة الفنانين المحترمين اللي موجودين لكن انتو كنتو عامليك مالحمة حلوة ودورك طبعا هو محرك للاحداث بالزات في الجزء التاني طبعا اه ما خفتش بعده تقول يا ربي انا حامل ايه ولا حسيت انه ده بداية الانطلاقة جديدة اكملك بقية مدرستي جميل لانا عايش عليها اه انا كل عمل بخش بخش بروح ان انا لسه متخرج مع دعني فنون مزرحية اه عمري ما دخلت مسلسلة وعمري ما دخلت عمل بحترم الكبير قبل الصغير جميل يعني زميلي الشباب اللي تقدموا في الاب الروحي اللي هما كانوا اول مرة يمثلوا انا بعمل لهم ايه مجبيرة جدا زي يوم زي النجم الكبير اساس محمود حميدة لما اقفوا قدامه لان كل انسان انا بتعلم منه حاجة جديدة وهتعلم منه حاجة جديدة فالاب الروحي هو كان ايقونة لكل الناس نجاح لكل واحد ما خفتش لان انا كل عمل بخشه بخشه بروح جديدة بأداء جديد بنفسي جديدة بأمل في نجاح جديد هو ده اللي بيخليني ان انا اشتغل لكن انا حتة الانسان لما بيصل انا العظيم ايوه الغرور دي مرحلة الدخول في الحيطة اه طبعا دي نسيحة حلوة للشباب الممثلين والفنانين من حضرتك طبعا طبعا انا شباب برضو انا قزدي طبعا شباب على طول انا قزدي لسه بتلو حياتهم طبعا انا دايما بقول لحد كل زميلي صغيرين يعني لسه خارجين جديد او بيبدأوا من اول ما تكبرش خليت جواك دايما الخوف الخوف يعني اللي ما بيخافش البحر بيغلقه اللي يفضل خايف البحر على طول هيعديه طيب ايه علاقة ايهاب فهمي بادوار الشر يعني الحقيقة انت بتعمل الشرير او النصاب الزكي المقار المحبوب يعني بيفكرنا بعد الادهم زمان اللي هو يعني ما تقدرش تكرهه بس وهو مؤثر جدا وفعال والشر اللطيف انا طبعا من مدرسة بتاعة الادزازة اللي انا نقطة ببحرهم وانا لست اقترب ولا يعني يجوز ان انا اقترب منهم زي الاستاذ عاد الادهام الاستاذ محمود المليجي ستيفان روستي زاكي روستوم المدارس دي رأي ابني ما بيحب يتفرج يقولك الافلام جري يعني لا بادرسوا انا بتفرج عليهم ونفس البوستر نفسهم فكرنا بالجو ده يعني شوف ده رهيب يعني فيه همود ومستيريس نسو وباشا بقى الحمد لله انا في المدرسة دي بحباها جدا وبحاول ان انا اكون قريب منها بس انا سبب دخولي الشر ان انا كنت بغير جلدي لان انا خدت فكر عني وخصوصا المنتجين والسينرستات والقائمين العملية الفنية مثلا قضية رأي عام قضية رأي عام كان دو رومانسي جدا لم يراني جمهور منذ قضية رأي عام في 2007 يمكن الا في 2018 في مالك في الرحلة يقولك ايه الرومانسي ده مالك ده فتنة بين النساء يعني كل ست في مصر نفسها تلاقي راجل زي مالك اللي هو بيطبطب على حبيبته ده شرف لينا ايه ده يعني لازم نتكلم عن الدور بتاع مالك ده كمان لانه مسلسل الرحلة مع احترامنا لكل الابطال بس انت كان دورك مختلف عن ادوارك اللي موجودة في رمضان التلات مسلسلات التانية ازاي يبقى عندي العميد احمد ديب احمد ديب اللي هو الامن الوطني وعندي مالك الرومانسي في الرحلة ايه الحكاية كلمنا عن مالك بقى شوية اه 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 اكلمك عن مالك واكلمك عن النجاح اه يعني النجاح عشان نربط الحكاية ببعضها النجاح اللي في رحيم اللي حطم كل الاساطير يعني اه ومسيبك بقى انا مسألت الواحد والاولاني والتاني والتالي دي انا معرفش مين الاول فين بس انا بتكلم عن النجاح اه اللي في الشارع اه رحيم اه مسلسل كسر الدنيا اه اه سلسل نجاح الروح الحب الكواليس الكواليس طبعا الكواليس حلوة كلنا صحاب اه يعني انا بياسر جلال صبري فواز طرق عبدالعزيز دونيا عبدالعزيز حسن حسني اه دينا اه اي حد مش عايز انسى اي حد حتى الشباب الصغير كلنا محمد رياض اه طبعا لا دور عظيم انا بدأت معاه وهو نجم كبير وكلنا كنا جنبه صغيرين كده هو نجم كبير جدا في ضق الشارع كان مكسر الدنيا احنا كلنا صحاب حتى احنا في طلبة في المعهد احنا بنا سنوات عمر قليلة يعني يعني فيه الأكبر فيه الأصغر الروح دي كانت على الشاشة الروح دي شركة فنوم مصر بتقود الهارموني دا مخرج محمد سلامة الاول مرة مخرج بيقود الهارموني دا كل دا بيطلع نجاح كل دا بتشوفي نجاح قدامك اه الرحلة نفس الحكاية احنا اجيال قريبة من بعد امكن بس مع ناشجر ضفنا العزيز الممثل الرائع بس الخياط اه لكن كلنا عشرة كلنا صحاب حسام علي مخرج انا بقول احلى المخرجين اللي اشتغلت معاهم رائع يعني دا بوستر رحيم طبعا العميد احمد الديب اه رحيم اعيز اقولك انا الجاكد عجبني جيد بوستر اقولك على حاجة العميد احمد الديب والمشاهد بينك وبين صبري فواز وبينك وبين ياسر جلال طبعا دول الناس كانت بتعلق عليهم دايما تعليق انها كان في مبرزة فنية حوة رقية جدا طبعا كل واحد بيحاول يقدم احسن ما عنده بكل الطرق ازاي بتستعدوا المشهد زي دا انت حكلمتنا على الكواليس لكن الناس دايما كانت تقول ايه ايهاب فاهمي صبري فواز احمد وفي فتحي فتحي عبد الوهاب المجموعة دي طبعا كل الاسماء كبيرة طبعا بس انتوا بتضيفوا حاجة كده للمشهد غير طبعية فلم يبقى صبري فواز مع ايهاب فاهمي لا يعني كده كتير ياسر جلال مع ايهاب فاهمي محمد رياض مع ايهاب فاهمي كنت عاملين شغل جامل جدا هقول لحضرتك هو التمثيل هو مباراة كل قد بس ان شاء الله المباراة بيقى فيها نصر مش هزيم يعني هي التمثيل هتخد اه انا مش ممكن أبقى ممثل قوي غيرا ميبقى لقدامي قوي احنا نتنمل علي بعض وهكذا العكس لو انا نزلت ده اللي قدامي بنزلني طبعا طبعا السيد ياسر جلال نجم عادة لل عادة الامان عادة الامان للفن كله لانك وصلت المسألة لان يا صح الا صحيح ممثل شئي واشتغل على نفسه وصل الى انه سوبرستار صبري فواز انا بعتبره انه ممثل اه اه انا بحب الشبه حد شبه حد بس صبري فواز عمل مدرسة لنفسه عمل شكل لنفسه اعتقد ان اجيال كثيرين هتبقى عايزة تقلد هزر الممثل الرائع الموهوب جدا لو عشت عمري زميدي في معه انتو اصدقاء اساسا اه طب عشت عمري كاننا واشردنا مع بعض البيت واحدة حتى اتلايع دايما حتى في سيوسي الميديا كانوا بيقولوا على شقة شوبرا شقة شوبرا ديليا بيتي انا شخصي اللي كنت عايش فيه خرج اسماء كبيرة جدا مجوم كبيرة جدا وحنا طلبها في المعهد يعني فمحمد رياض فتح عبدالوهايب زي ما انت بتقولي اي ممثل في الدنيا هو اللي بيوصلك لما يبقى ممثل قوي بطارق عبدالعزيز فالرعب عزيز يا جماعة ممثل وانت بتمثلي معايا بتروحي للممثل شديد جدا انا مش عايز اذكر اسماء وانسى اسماء ايوه طبعا لان انا زي بيقولك حتى لما جيت عند الرحلة وقفت هي كل حاجة هارموني برضو الرحلة وراها مخرج رائع ورق رائع شركة انتاج او مجموعة من المنتجين رائعين كانوا السبب في ان هذا النجاح اللي هو اللي انا بشوفه ان الممثلين كلهم كانوا مختلفين مش ايها فاهمي طبعا كلهم